حكايات كانتر بيري حكايات كانتر بيري من تأليف الشاعر الإنجليزي جيفري تشوسر بين عام 1386 و1400 وهي مجموعة قصص رويت على ألسنة حجاج في زيارة لهم لكاتدرائية كانتر بيري وكتبت القصص باللغة الإنجليزية السائدة في تلك الأيام كانت شوسر قد جمع 29 حاجا في حانة تابارد في ساوث وورك على أن يروي كل زائر حكايتين في الذهاب ومثلهما في الإياب وانتهت الرحلة بأن جمعت شوسر 24 حكاية فقط وكأن الرحلة باتجاه واحد هي رحلة العمر هناك من النقاد من رأى أن الرواة أو زوار الحج يمثلون الطبقات الثلاث في المجتمع الإنجليزي في ذلك الزمان فالفارس والكاهن والفلاح يمثلون على التوالي الأرستقراطية والكهنوت والعمال أما البقية فتمثل باقي شرائح الطبقة الوسطى من حرفيين وتجار برغوزيين وبحارة وكهنة وربات بيوت وطلاب وهي شخص تمثل إلى درجة كبيرة بنية المجتمع في ذلك الزمان الحكايات عكست رؤية كل شخصية للحياة من موقعها الاجتماعي والطبقي وموقفها من قضايا زمانه على أن الحكايات في ترتيبها بدت وكأن الواحدة رد على التي سبقتها مما عكس نقاشا فكريا يشير إلى التحولات العظيمة في المجتمع مما عكس نقاشا فكريا يشير إلى التحولات العظيمة في المجتمع الإنجليزي خصوصا لجهة التحرر من هيمنة الكنيسة وتناولها لأخلاق المجتمع والموقف من الحب والزواج والخيانات الزوجية والدين ولاحظ النقاد أن هذه القصص هي بداية القصص المدنية وبداية دخول عصر جديد فالحكايات مرتبطة بمدن مثل لندن ومنشستر وليفربول وأكسفورد وباريس وهناك من يرى أنها متأثرة بحكايات ألف ليلة وليلة وقصة دي كاميرون التي وضعها بوكاشيو ويتفق النقاد على أن السرد والحكية والكلام هو ما يدفع به الإنسان جمود الزمن والموت